حتى المغرب يا عماد حتى المغرب والسنغال لم تضاهي الجزائر في هذا الموسم حتى المغرب والسنغال لم تضاهي الجزائر في هذا الموسم ايه يعني ايه رابع العالم يعني ايه المغرب ياخد رابع العالم يعني احنا محدش يضاهينا خالص ايه انجازاتكو احنا خرقنا من كاس العالم ما صعدناش اصلا حتى المغرب والسنغال لم تضاهي كاس الجزائر يا باشا المغرب رابع العالم لا ما تضاهيش برضه منتخب المغرب ما يضاهيش اي حد خالص الجزائر اللي في حتة تانية ما دخلناش كاس العالم ما خدناش كاس الأمم ما فيش ولا نادي جزائري خد دوري أبطال أفريقيا بس احنا المغرب لا يوضاهي ولازم يحط اسم المغرب لازم اسم المغرب مرض نفسي عند كوكب لالة لازم اسم المغرب لاحظ كده ما فيش مرة ما يقولش اسم المغرب عندنا جار ليو معروف مخصن ايوة كل السموم تأتي منه لك نسبة كبيرة من السموم اول بلد على مستوى العالم فكر على سراتيجية كيباش نحطم الجزائر فكر أمنيا مستحيل عندنا أمن قوي الله يبارك مستحيل يدور بالأمن عندنا قام أمن قوي ومحترف إذا أنت الجهة هدي ما خدش يجو يا باشا ما تخليك واقعي يعني قول حاجة نفهمها يعني انت بتقول ان المغرب أولا قال معلومة يا جماعة يحاسب عليها قانونيا يحاسب عليها قانونيا انه قال ان اللي بينتج الحاجات دي المغرب الأول على العالم قال كده وسايب بلده يعني هو بيتكلم على المغرب في ده وبيلقي الاتهامات على المملكة المغربية وسايب بلده اللي من كم شهر عرفنا ان هم بيطلعوا حاجات من عندهم من الحدود ويحاولوا يدخلوها المغرب وبعدين قال لك اننا عندنا الجار 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 بيسحى من النوم تقريبا الجار مزعله في حاجة أو وجعه في حاجة تقريبا فبيسحى من النوم يقول الجار 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 وبعدين انت هنا فيه تناخد غريب جدا انت بتقول انه المغرب عشان بقى ينتصر عليك وينتصر على الجزائر بيعني بيبعت لك وبعدين قال لك ليه بقى لانه الجزائر أمنيا قوية طب ازاي أمنيا قوية والمغرب بقى عرف يبعت لك ازاي طيب ما هو يا كابتن يا كده يا كده يعني ما هو يا كده يا كده ساعدتك عشان دماغي متلفش مني في كوكب لا لا انا هسيب المغربة هما اللي يردوا عليك في قصة انه المغرب بيصدر هسيب المغربة اللي يردوا عليك فيها نحارب الجزائر سياسيين ودبل القواة ديبلوماسيين مستحيل عن الديبلوماسي قوية فكر على عرج سنسيب يا باشا طب هو ازاي الجزائر قوية دبلوماسيين وقوية في كل حاجة وانت نفسك بتقول انه المغرب وغير المغرب بيدخلوكو وبيعمل كل حاجة هو عايزها وبيرائبكو ما هو ده تناقض يا كابتن ما هو قوي ما بيترقبش القوي ما حادش بيارة فيدخل عنده حاجة لازم تبقى فهم كده وبعدين ده مش بس بيتكلموا على المغرب ده بيتكلموا على كل الناس انه هم كل الناس بتحاربهم يا باشا كده كل الناس اهو ضدك يعني اللي ما امارات وتونس وموريتانيا والمغرب ومصر وانا وانت في ايه يا عمي وده فرح شعبي يعني العالم كله ضدك انا مش قادر افهم والله يا مغرب انا هتجن يعني هتجنن والله العالم كله ضدك والعالم كله عارف يدخلك وعارف ينتصر عليك طب انت ازاي كوة ضاربة وديبلوماسية ما تقول لي كلام نعقل شوية عشان انا مش عارف اقول لي الكوكب لالا لانا الله في كوكب لالا سيشي بنسبه لي عبد مجيد تبون اذا استطاع ان يتحكم في العالم العربي مبروك عليك هل نرفض ان تكون الجزائر ضعيمة العالم العربي وهي التي تسير الشأن العربي كيمي يقول لك لا نكره هذا الشيء تسير مين يا لأ ولا تسير مين يا لأ تسير مين يا لأ وتتحكم في مين يا لأ مش قلت عايز تقولي مش قلت عايز تقولي ان الجزائر تتحكم في مصر وفي المغرب وفي تونس وفي الامارات وفي السعودية انت بتقولي يا بش انت بمغاك اتخبطت او اذا اكيد فتران لاحم حمير صبح ده ايه اللي انت بتقوله ده مبيلي بن صدرية إيه اللي انت بتقوله ده بن صدرية انتوا عارفين ده لقبو محمود بن صدرية دي وصلت لبعيد قوي قوي كوكب لا لا بيقولك نتحكم في العالم لا حوله ولا قوته إلا بالله أنا مش مصدق نفسي يا جماعة والله إنه أفراد صوته صوته على إن ريزوليسيون في 2021 ولا في 2020 دارتها الاتحادية المغربية باش ما يخروش جبهة البوليزاريو تكون عضو في الكاف وجزائرين صوتوا عليها اليوم يجي قلو الكولاس والجزائرين صوتوا عليها الكولاسة وأنت بتتكلم دلوقتي عالجزائر إحنا ملناش دعوة إيه داخل المغرب وبعدين بوليزاريو إيه اللي يبقى ليها عضو بكاف يا لأ بوليزاريو إيه يا لأ ده مركز شباب بالبوليزاريو ده مركز شباب ينتوا عاملينه كده نادي حتى ما يوضاهيش نادي حتى ده مركز شباب يدخل كاف إيه ونقو عارف يدخل أي حاجة لما يدخل كاف مين دول فاكرين الأربوط يقالوا مين دول أنا مش عارف فيه إيه والله عزيزائرين مركز شباب إيه اللي المغرب يتحالف ضده بقى إن المغرب بيدخلس البوليزاريو حد عمره سمع لحاجة اسماء البوليزاريو كمعنا بتكلم أي حد في الحد سمع لحاجة اسماء البوليزاريو آيوة هي دي أطرة بتاعت المناخير هي دي البوليزاريو لأنا الله في كوكب لا لا حاجتين مهمين عايز أقولهم كالعادة كده بنقول كلمتين في الآخر مهمين أتمنى إنه هم يعني يوصلوا الأشقائي المغربة وإخواتي المغربة وإخواني المغربة بشكل كافي آآ النقطة الأولى إنه إمبارح في التعليقات في الفيديو بتاع إمبارح بس على الفيسبوك ظهر لي آآ شخص اللي هم يدخلوا يشتموا على طول يعني هم كل كلامهم لو دخلتوا عندي على الفيسبوك أو اليوتيوب كل كلامهم شتيمة ويخد في الأعراض ما علينا يعني واحد قال لي بشنب كده هو أنا بشوف صورته كتير بيكتب لي من 70 أكاونت هو من كوكب لالا يعني دخل كتب لي والله يا جماعة دخل كتب لي إنه إنت إيه دخلك بين الأشقاء كتب لي كده فأنا دايما برد أقول يا عم اعتبرني مغربي المغربة بيعتبروني مغربي ولكن ما علينا يعني هنقول إنه هو قصده خير فقال لي ما لاخلك بين الأشقاء وإحنا المغربة أشقاءنا ما لكش دعوة الكلام ده يا جماعة بعد ما كتبوا بدقي أو نص لقيتوا داخل راضد على أخت مغربية شتمها وقال لها الصحراء غربية دول اللي بقولوكوا عليهم ده بيعمل كده لي يا جماعة بيكتب يكتب ده في التعليقات ليه عشان بعض المغربة اللي ما يعرفونيش لما يشوف إنه جزائري هو ده دماغه أما يشوف إنه جزائري داخل بيقول إحنا أشقاء ما لكش دعوة ممكن المغربي يتعاطف يقولك طب ما هو فعلا هو راجل جزائري وبيقول إنه إحنا أخوات طب ما ده كويس أهو بعدها بديئة في تعليق تاني بيقول السحراء غربية ولو سألته في نفس التعليق قلت له طب يكتب السحراء مغربية مش يرد علي دي النوعيات اللي أنا بشوفها عندهم لقم يا جماعة ما كنتش أعرف ده زمان والله يا ما كنت تعرفه إنما دلوقتي والله نفس الشخص اللي كتب لي إخوات هو نفس الشخص اللي دخل شتمها وكتب لها السحراء غربية أنا نفس أفهم الناس دي بتتعامل من منطلق إيه وهنا أنا بابقى رسالتي ورسالة أشقائي وإخوات المغربية اللي عارفيني إنه هم ياخدوا بالهم من الحتة دي عشان اللي مش عارفني بيدخل ممكن يعني ينخدع في حاجة زي دي أو يشوف واحد بيكتب أشقاء يروح كاتب لك آه لا ده فعلا لا والله في التعليق اللي بعد دي اللي يكتب السحراء الغربية بحلف لك بالله قدام عيني أصلاح حصلت مئة ألف مرضى فإنه وعيات دي من الناس فيها لؤم أعوذوا بالله منه وإنه وعيات دي من الناس أكتر ناس خطر اللي يخود في عرضك لأنه هو بيخود في العرب برضو نفس الشخص اللي يخود في عرضك اللي يخود في شرفك اللي لما يتكلم يتكلم بواجهين ده أخطر بني أدم في الدنيا ربنا اللي قال كده أخطر بني أدم في الدنيا اللي يرمي المحصنات اللي يدخل فيه أعراض الناس يقول حاجة. او الغباء بص الغباء انه بيقول حاجة في تعليق ويدخل في تعليق تاني يقول عكس الكلام. شقيقك منين? وعايز تقسم ارضه من ايه? اتقول له عشان انا عمري ما شوفت ناس بالطريقة دي بصراحة بطريقة كوكب. لا لا. لو انا عارف ان اخوات المغربة بيشوفوا ده وبيلاحظوا كويس اوي في التعليقات. لان بيشوف مغربة بيردوا عليهم يقولوا لهم انتو لسه فوق كنت بتقولوا اشقاء وهنا داخلين تقولوا الصحراء الغربية. كنت لسه بتقولوا اشقاء وهنا بتسيبوا فينا وفي اعراضنا. النقطة الاخيرة اللي عايز اقولها انه الحمد لله عمري ما عملت فيديو اسأت فيه للمرأة الجزائرية بلفظ. ولا قلت كلمة غلطة على حد. ولا شتمت. ولا استخدمت الفاظ مسيئة. انا بعمل حاجة اسمها سخرية. سواء الاغاني. الاغاني اللي بعملها اغاني في صالح المغرب مية في المية. ومفاش اي مشكلة. حتى لما غنيت اغنية التراث المغربي. ما قلتش كلمة مسيئة. لكن قلت حق المغرب. انه فيه ناس بتسرق تراثه. عادي. ده فان انا بقدمه بقى حرية الشخصية. اما ان انا اخود في اعراض حد. الحمد لله ما بعملهاش ابدا. لكن هم بيعملوا ده كل يوم. فيبقى الحق مع مين? مع قوي اللي بيتكلم بالادب وبسخرية وبطريقة محترمة ما ما فيهاش اي مشكلة اوها كوميدية. ولا البني ادم اللي ده من ياخد في الاعراض. جاوب انت يا مغربي. شكرا جزيلا. ونشوفكم في فيديو بديد ان شاء الله. والسلام عليكم.